أعلنت تايوان أنها ستمارس حقها في الدفاع عن نفسها وعشن هجوم مضاد إذا دخلت القوات الصينية أراضيها وذلك مع زيادة بكين أنشطتها العسكرية بالقرب من الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي وقال مسؤولنا في وزارة الدفاع في تايوان إن الدوريات العسكرية الصينية عالية الكثافة قرب مدينة أو قرب تايوان الجزيرة مستمرة وأن نية بكين جعل مضيق تايوان الذي يفصل بين الجانبين بحرا داخليا تابعا لها من شأنه أن يكون المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة وفق تعبيرهم أعلن البيت الأبيض الناس جاك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي سيلتقي اليوم مع نظيره الياباني والكوري الجنوبي في هاواي وسط تصاعد التوترات في المنطقة مع الصين وأفق ما أفادت وكالة رويترز بين اللقاء الأمريكي الياباني الكوري الجنوبي سيبحث تحالفات الدفاع المشترك في منطقة المحيطين الهندي والهادي دخل الرئيس الأمريكي جو بايدن البيت الأبيض ودخل معه حلف كواد بمرحلة جديدة ففي فبراير 2021 حذرت صحيفة جلوبال تايمز الصينية بايدن من أن تجديد التحالف الرباعي سيكون خطأا استراتيجيا فادحا وقد يؤدي إلى مواجهة تهديد لم يأخذ به بايدن ففي سبتمبر عام 2021 أكد زعماء الدول الأربع في تحالف كواد خلال لقاء في الولايات المتحدة الالتزام والتركيز على منطقة المحيطين الهندي والهادي تأكيد رباعي أقلق الصين التي علقت في اليوم نفسه على القمة واعتبرت أن قمة مجموعة كواد برئاسة الولايات المتحدة تخلق الأزمات ولا تحلها وذلك في انتقاد رسمي للقمة الرباعية وفي أبريل من عام 2022 صرح نائب وزير الخارجية الروسي بأن الخطط الرامية لتحول تحالف كواد للحوار الأمني الرباعي إلى حلف ناتو أسيوي لن تتحقق وفي الرابع والعشرين من ما يلتقى قادة الولايات المتحدة والهند واليابان وأستراليا في توكيو ووافقوا على مشروع للمراقبة البحرية لتعزيز رصد التحركات الصينية في المنطقة إلى يونيو 2022 حيث وافق رؤساء دفاع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان على استئناف تدريبات التحذير للتعامل مع اختبارات الأسلحة لكوريا الشمالية التي اتهمت واشنطن بمحاولة تحول كواد إلى ناتو أسيوي وعلى وقع مناورات بكين في محيط تايوان بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي لتايبي حذر سفر الصين لدى كوريا الجنوبية من إنشاء كواد لتحالف أمني جماعي أسيوي مشابه لحلف شمال الأطلسي الناتو شكرا للمشاهدة